وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الحكمة فضل من الله تعالى يمتن به على عباده ولكن الإنسان يستطيع تحصيل شيء منها بالطلب والبحث وبالتعقل وبسؤال الله سبحانه وتعالى أن يهبه له أو أن يهبها له الله تعالى قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال أهل العلم الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها الأشياء المناسبة في المكان المناسب هذه هي الحكمة كان الشاعر قديما وهو المتنبي يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى يعني في المكان الذي يستحق أن تكون فيه قاسيا لا تكونن رفيقا والمكان الذي تكون فيه رفيقا لا تكونن فيه قاسيا والشيء الذي يستحق أن تكون فيه منفقا متصدقا لا تمسك يدك فتبخل والشيء الذي ينبغي أن تمسك يدك لأنه إسراف أو تبدير لا ينبغي لك أن تطلق يدك فيه الحكمة يا أيها الأحبة شيء يفتقده كثير من الناس اليوم لأنهم إما لا يعلمون ما هو وجه الحق أو الباطل في المسألة التي سيقدمون عليها وإما لأنهم يسرعون في التصرف ولا يتمحلون ويتأنون والله تعالى حثنا في عدد من آي الذكر الحكيم على أن يكون الإنسان متأنيا في تصرفاته متمحلة حتى يدرك وجه الصواب أو الانحراف فيها فإن كانت صوابا فعلها وإن كانت انحرافا ابتعد عنها سأضرب بعض الأمثلة التي لا يؤتى الإنسان فيها حكمة في تصرفه قلت مرارا يا أحبة إن المصاحف مثلا في معظم مساجدنا صارت كثيرة لدرجة تزيد عن الاحتياج وطاقة استيعاب المساجد رغم أنني أقول مثل هذا الكلام وقد يردده غيري إلا أن بعض الناس نتيجة نقص الحكمة في تصرفاته يصر على أن يأتي بالمصاحف ليضعها في المساجد في كل عدة أيام أو أسبوع أو شهر أو شهرين أنظر فإذا رفوف المساجد أو مسجدنا مثلا بالذات عليها مصاحف جديدة يا أخي مسجدنا صار عنده موما يكفيه ما يزيد عن طاقته من المصاحف لماذا تأتي بمصاحف جديدة فتضعها؟ قال صدق عن روح أبي صدق جارية هل في هذا منع؟ من قال في هذا منع؟ العكس هذا عمل صالح ولكن الحكمة أن تبحث عن مكان يحتاجه لتضعه فيه الآن في عشرات المساجد ترمم عشرات وتصلح ويعاد تأهيلها هذه المساجد قد تكون مصاحبها ذهبت كلها فمثل هذه المساجد هي التي بحاجة قال أنا إيش يوصلني إلى هناك؟ إذن أنت لا تبتغي الأجر أنت تبتغي أن ترمي ثقلا على كاهلك كما يفعل كثير من الناس ده أخلص من الصلاة خلصني أربع ركعات وأمشي هي ثقل ليش عكتفك؟ وهذه الصدقة هي ثقل تريد أن تتخلص منه بأي طريقة صحيحة أو خاطئة مناسبة أو غير مناسبة فيها حكمة أم ليس فيها حكمة وتنضي هذا هو التصرف الحق الذي يليق بك يا أيها المسلم؟ لا وضع المسجد الذي يحتاج إلى مصاحف خذ له مصاحف أما الذي لا يحتاج لماذا لا تسأل القائمة عليه لماذا لا تسأل؟ كثيرا من المساجد من كثرة المصاحف فيها قد لا يقرأ فيها في السنة مرة من رمضان إلى رمضان وهناك مساجد ليس فيها مصاحف كما قلت وبخاصة التي يعاد إصلاحها وترميمها إن رمت الصدقة الجارية فهذه أمكنتها هناك إعمار لعدد كبير من المساجد وإعادة تأهيل لها وهذا هو مجال الصدقة الجارية وهو أكثر أجرا من أن تضع مصحفا في هذا المكان لكن بعض الناس هكذا طيب يتحسس لا ينتبه الإمام والخطيب والمؤذن وكذا لا ينتبهون فيأتي فيدس المصاحب ثم يذهب لكن إيش سرقه إيه؟ إلا هو يمنعك أن تدخلها لأن له مصطعة عندك هذا حصل مرارا وفي مسجدنا وغير مسجدنا سبحان الله يعني الإنسان لما لا يؤتى الحكمة يتصرف عشوائيا ويظن أنه قد أحسن الإحصان الكامل وهو لم يحسن وهو لم يحسن وهو مخطئ في تصرفاته بعض الناس عنده من مال الصدقة فتراه بسبب مشاحنات بينه وبين بعض أقاربه أو جيرانه نتيجة اختلافات جرت بينهم يمنع هذا المال الذي يريد الصدقة به عن بعض أقربائه أو جيرانه ثم يتصدق به إلى الغرباء وطبعا أنا أقول إذا كان جيرانه أو أقربائه مستحقين أما إن لم يكونوا مستحقين ككثير من الناس في زماننا الذين يدعون الفقر وليسوا فقراء فهؤلاء ليسوا بمستحقين المستحق من أنت متأكد من كونه فقيرا يحتاج بعض الناس من الأغنياء هذا القريب تكلم عليه هذا القريب لا يستقبلني ويحترمني الاحترام الكامل هذا القريب لا أرى منه ذاك الوجه المباسط لما أسلم عليه لذلك لن أعطيه يا أخي أنت تعطيه لتنتظر منه أن يقوم واقفا ويسلم عليه إذن أنت لم تؤت الحكمة ولم تضع الأشياء في موضعها الصدقة على الفقراء صدقة وعلى الفقراء من الأقرباء صدقة وصلة تنال بها أجرين تنال أجر الصدقة وأجر صلة الرحم تنال بها على الجار أجر الصدقة وأجر حسن الجوار الذي رغب فيه الإسلام والله ما أحب الجار فلاني ليش كل إنسان أحبه هو الذي أعطيه كثير من الناس قد أختلف معهم بالتالي إذا كان كذلك فلا يعطي أحد أحده هذا أيضا ليس من الحكمة يا أيها المسلم المحتاج الأقرب الجار هو أحق منك بأن تعطيه من هذا المال الذي عندك بعض الناس تراه هذا أقول كلام عام كله يا أحبتي لا أقصد به شخصا أو مكانا أو كذا هو كلام عام يدخل إلى مسجد فيصلي ثم يقام مجلس علم فترى ينظر هكذا نظرة من بعيد وتصفحا لوجوه أو وجه طالب العلم الذي يلقي الدرس ثم لا يلقي له بالا أو لا يعجبه فيقول أصلي ركعتين السنة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ليطغى صوته على صبت طالب العلم إذا قرأ الدرس لأنه لم يعجبه هو يقيم ينظر هكذا أعجبني ما عجبني يلا صلي السنة ارفع صوتك فوق صوتي كي يخرس وأصلي أنا السنة هل هذا من الحكمة يا أيها المسلم يا أخي ما أعجبك اذهب فصلي في بيتك أو ارجع إلى الصف الأخير فصلي ما شئت أما لا يعجبك يقف أمامه لعله يسكت أما يسكت هذا الإنسان يا أخي لماذا يتكلم إذا كنت أنت لا تنتفع فغيرك ينتفع فاذهب أنت إلى البيت وكن حكيما في تصرفاتك لا تكن شؤما على نفسك وعلى غيرك بعض الناس يأتي إلى المسجد ليصلي أيضا نتيجة قلة الحكمة فيجد رجلا بجانبه مثلا مخطئا في كونه لم يتنظف تنظفا كاملا فظهرت له رائحة مثلا فطوال الوقت تراه يتقزز منه يشعره في الصلاة بأنه يتقزز منه يضربه هكذا بيده ثم بعد الصلاة بعمل وهو طالع أقول إذا بقيت أرجع للجمع وبيشوفه هذا يا أنت تصلي لهذا الرجل مرة سمعتها بأذني من شخص تجاوز الخمسين دخلت على صلاة الجمعة ولجميت ريحت جرابات إيه إيش بيصير يعني فرضنا حصل هذا إيش بيصير بطلت أجي وما عاد يصلي الجمعة ما عاد يصلي الجمعة يا أيها الناس ما هذا الذي يجري لعقول بعض الناس أين الحكمة في تصرفاتك أأنت تصلي لهذا أم تصلي لجارك أم لصاحبك أم للرائحة أنت تصلي لله فإن لم تسر في مكان فأنت قد تسر في غيره يعني هذا المسجد لا تطيب نفسي فيه كم من المساجد قد لا أرتاح مثلا للصلاة وراء إمام معين قد لا تطيب نفسي بذلك يا أخي مساجد الله كثيرة صلي في غيرها لا هنا هنا وكلما دخلت سأتكلم على هذا الإنسان طيب لماذا يا أخي لماذا تستطيع نصيحته إن صحه تستطيع إذا وجدته مخطئا خطأا فاحشا أن تغيره غيره أما أنت تتكلم عليه ثم لا تأتي للمسجد من أجله فأنت لا تصلي لله إذا من سوء الحكمة والتصرف فيه عند بعض الناس أنه ينبه على أشياء صغيرة عند أهله أهل بيته زوجته أولاده ويترك الأشياء الكبيرة فمثلا يدخل إلى البيت يا بني فلان ذهبت إلى المدرسة اليوم ذهبت ذهبت إلى الدورة اليوم إلى دورة التعليم لا لم أذهب لم تذهب الله أكبر أنت مجرم أنت مقصر أنت كذا أنت كذا يعنفه كثيرا لا يخطر في باله أن يقول له صليت اليوم أم لم تصلي لأنه قليل حكمة لأنه لا يعي التصرف الصحيح لأن الله سيسأله يوم القيامة عن صلاة ابنه لن يسأله عن ما دخل ابنه أطبيبا أم مهندسا أم محاميا أم أنه لم يكمل الدراسة الجامعية أصلا لن يسألك ربك عن هذا أنت ينبغي أن تكون حكيما فتقدم الأشياء المهمة قبل الأشياء غير المهمة مهماتك تجاه أهل بيتك أن تلاحظت دينهم قبل شؤون دنياهم دنياهم إن جاءت تماما أو ناقصة أو متوسطة فليس هذا بكبير شأن أما كبير الشأن فهو طاعتهم فهو حسن أخلاقهم فهو حسن آدابهم كثير من الناس يدخل إلى البيت ما يقول تحية الإسلام السلام عليكم يقول مرحبا شلون كون وهؤلاء مصلون بعض من يفعل هذا يا أخي إذا أنت لم تعلم أهل بيتك تحية الإسلام من يعلمهم أيضا هذا من قلة الحكمة التي لم يؤتها هذا الإنسان لم يؤت الحكمة وإنما أوتي قلة الحكمة فتراه يسلم بهذه الطريقة كيف سيتعلم أهلوك أن يسلموا بتحية الإسلام بعض الناس أيضا تراه إذا أراد فعل خير يتوقف ويسأل ويشاور أفعل كذا لا أفعل كذا يسأل فلانا أفعل كذا لا أفعل كذا يا أخي في فعل الخير لحاجة للمشورة أما الفعل الذي لا يظهر لك فيه أهو خير أم شر لا تدري فهذا الذي تشاور فيه فمثلا أنت تريد أن تشارك إنسانا وأنت لست متأكدا من شأن هذا الإنسان شاور هل أشارك فلانا أم لا أشاركه أنت مثلا تريد الإقدام على سفر ولا تدري ماذا يأتيك منه تسأل هل هذا خير أم ليس خيرا تشاور وتصلي الاستخارة أما مثلا في فعل الصدقات في فعل المبرات في صلة الأرحام في كذا من أفعال الخير أيا كانت هذه لا تشاور فيها أحدا أنزل على الجامع لما أنزل عفل العشل لأس أنزل المغرب يا أخي إنزل في كل الصلوات ما المانع لك هذه لا تحتاج إلى مشورة من أحد هذه عمل خير وقرب إلى الله تعالى لا تشاور فيها أحدا من الناس أيا كان الحكمة فضل من الله يؤتاه العبد ولكنها تحتاج إلى عقل وإلى علم وإلى بحث وطلب ورغبة في وصولها إلى صاحبها كي يتصرف التصرف السليم اللهم اجعلنا ممن يؤتى الحكمة ويؤتى الخير الكثير الحمد لله لرب العالمين أيها الم Bernاصد تكتشف الركزيّій في القدم hardest ضbone